وسهلاً بكم في قراءة سريانية للكرآن معبونا دانيل شمعون صاحب كتاب القواعد الأشورية المعاصرة تجدوا حلقاته في قناته وقناتي ولو كتاب بذلك نكمل صورة الشورى ليس بعشرين ولو بسط الله الرزق لعباده سأشاركنا شاركنا للنص تمام شكراً نعم ولو بسط الله الرزق لعباده لبه في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ما عندنا مشكلة في هذه الآية وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير واضحة وما أصابق من مصيبة فبما كسبت أيديك دائما كسبة ويعفو عن كثير وما أنتم من معجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير معجزين في الأرض هنا هنا تبرت ناقصة وما أنتم من معجزين الله هرباً في الأرض كيف يعني معجزين في الأرض ما ايش معناه على كلنا يعني ما تجيبوا عجائب يعني اي اي وما أنتم من معجزين يعني ما تقدروا تمنعوا الله تهربوا من الله اها يعني مو بنتعملوا معجزات لا 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 معجزات لا لا هنا لا في معجزين يعني أنتم ما ما لن تمنعوا الله يعني ما تقدروا من الأرض يعني ما تعدجزوا يعني ما تعدجزوا الله اي وما أنتم من معجزين الله هرباً في الأرض هكذا فهمت اي وما هذا ما يسمى الحذف التقدير نكمل وما آياته الجواري في البحر كالأعلام الجواري هي فهمت أبونا بمعنى السفينة السفن التي تجري وفي القل أعلام يعني كبيرة كالجبل هيك عنا نقول أشهر من نار على علم هيك نحن نقول أنا أقول نحن نشوف نشوف كيف فهمت هنا هنا الصورة 32 32 قال أعلى أينها يا ربي قال أعلى يا الله هنا الشورة فين الشورة يا ربي لا حتى ولا جبل إياها ولا جبل إياها طيب هنحن نشوفها 42 32 42 42 32 خلص 42 32 42 32 قال أعلام الجبال لماذا الجبل صار أعلام هل أبونا عندك السرياني كلمة أعلام تعني جبل لا جبل هو طورة هي هنا المشكلة كيف صارت علام جبل الله لا يحقر عبده لماذا الأعلام صارت جبل أعلام ممكن هذه السرياني موجود أعلام كان قويا ضخما آه طيب خليك معي سريانيا أعطين لك الفعل علام علام عين لام ميم علام لاميم أيوة صار قوي ضخم صار قوي ضخم ما يأتي في البحر كالأعلامي يعني هي مجاسة وها جبل بس هي أعلامي يعني قوي ماذا هي أيوة وضخم شي ضخم كمير آه ضخم هل آه لا تعني جبل عندكم لا 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 طب الميح هي حلو جدا هاي هاي فعلا حلو جدا هذه 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 الكلمة ربما هذا هو المفهوم لأنه كيف صارت إنك الجبل كالأعلامي كالأعلامي هنا طيب طيب احنا حنرجع هنا طيب آه مليح أظن هي المرة الوحيدة اللي استعملت هذه علمة معروف هذا معروف مفهوم علمة علمة كأفلام علمة أنا أريد أن أرى كيف صارت علمة علمة معلومة أعلم حتى على كله أنا سأشوف الكلمة بعدين شوف القموس بعدين قل أعلامي طيب أنا سأشوف هنا قل أعلامي كيف الأعلام صارت هنا علم أعلام طيب قل أعلام طيب هلأ 73 آية 33 إن يشكن الريحة فيضللنا رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور شو دخل صبار بالشغلة هاي فمت علي ما علاقة صبار بشكور شكور واضح صبار ليه بصبر على شو إلا إذا كان فيه شو بسرياني صبر الصاد أيوة ربما إلا معنى آخر جائس يجوز كل شي عند العجوز يجوز آم أيوة هيك يقولون عندنا كما تقولوا هاي العبارة أبونا لا ما أحدنا هذه أحنا نقولها هيك أعلام أشار شي أعلام أبونا هاي الكلمة جاءت مرتين في القرآن الأعلام ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام هلا إذن هنا ما عندك ما يساعد على صبار صبار أنا مش فاهم هو أنا هذا اللي يسمي أبونا التذييل شايف هاي العلامة التذييل يعني ما يضاف إلى الآية السجع أو يوبك هن بما كسب ويعفو عن كثير يوبك هن وبقى يعني كيف وبقى يهلك يربك هن مش يوبك يوب يربك هن يربك هن ربق يوبك هن يوبك هن هو هي من من الموبقات آه الموبقات في عندنا الفعل هل إلها إلها علاقة بالموبقة الموبقات هن أبونا فهمت فهمت ب سعيد يهلق هن أو بقى هل هل عندك فعل فعل سرياني وبقى أو ربق وبق ما في لا بق لكن ربق أشوف أكو ربق أربق ربق ربق أربق أهما أربق هي تجي بمعنى ربك شبك في كلمة أخرى أبونا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم جعلنا بينهم موبكا في كلمة أخرى موبكا مهلكا موبكا موبكا هذه كلمة نشوف ربكا إذا موجود فعل ربكا ربكا مهي هذه ربك ربكا بمعنى ربكا شد بالربقي قطر قطر ربك شبك ما في بالكرآن ربكا ما في من كلمة ربكا الفعل اللي بيستعملها أما خليد أشوف لك بوق 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 أشوفك فيه نقوله العراقيين يبوق يبوق يعني يسرق يبوق أيوة أو يوبكوهن بس هنا يوبكوهن معناته فهمت بمعنى يهلكوهن أو يوبكوهن يوبكوهن هنا يهلكوهن أي أهل السفينة أو يبقوهن بما كسبوا يهلكوهن أو يحبس شوف شوف حتى مش متفقين على معنى الكلمة كل حال أو يحبسهن فهمت بمعنى ويحبسهن أهلا 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 بوق 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 يعني بسرياني أبل يبليهم يبليهن يبليهم إيه يبليهم طب خليك معي أعطيني أعطيني الفعل أبونا أبل بمعنى نخرة ها نخرة أو أو تجي أيضا بمعنى فحص امتحن اختبر يمكن هذي أفضل طيب منيح هلا يختبرهم بما كسبوا طب أعطيني جذر الفعل جذر الفعل هو بق باء قاف أليف قاف باء قاف أيوة أيوة بق يعني تعني فحص امتحن اختبر امتحن اختبر طب ربق مش موجود يا ربق هنا ربق ربق قلتلك ما تجي بمعنى آخر ربق حتى ربق شد بالربقي أو ربك شبك بما كسبوا ربق شبك بما كسبوا ما تجي خلي خلينا ويعلم الذين يجادلون فياتنا ما لهم من محيص محيص شبناها محيص ما نعيد لها مهرب يعني مهرب الآية 6 فما أطيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون طي منيح والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحية وإذا ما غضبوهم يغفرون واضح والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون هذه آية الشورى أبونا آية الشورى وآمرهم يعني من هنا أخذت التسمية الشورى شورى آية أمرهم الشورى شارى طيب هل منيح هل عندك بالسرياني كلمة شورى هل هي شورى أيوه معناها سور بالسرياني طيب هل 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 هي جت من فعل شرى اللي احنا شفنا شرى شرى أمرهم شرى شر شر شفناها أنه رسخ وطد وامرهم مرسخ بينهم صحة تشدد تقوى لا خلينا على هاي أخلص الضبعين صدق والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أصابهم البغي واضح وجزاؤه هيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ما يواضح ولمن لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فأولئك ما عليهم من سبيل ولمني 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 انتصر وإن من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم ما عليهم من سبيل يعني يعني ما عليهم ناجات لا ما عليهم يعني ما بتقدرش تؤاخدهم ما تقدريش لا يمكن أن تؤاخدهم آها ما عليهم ما فقولك ما عليهم من سبيل يعني ما بتقدر تعاتبه له يعني إيه إنت كيف فهمتها فهمني يعني من انتصر بعد ظلمه يعني واحد يظلم وينتصر لا يعني بعد من ظلم انتصر يعني من يعني إذا ظلمت وبعدين أنا دفعت عن نفسي فأولاك ما عليهم من سبيل بهذا المعنى من انتصر بعد ظلمه انتصر يعني هنا طب أنا حشوف لك إيها مدام أنت مدام أنت عندك مشكلة بهذه الآية فمعناته فيها مشكلة إذا أنت ما فهمتها مباشرة ما ننتصر أقولك عليهم من سبيل طيب أنا حشوف لك إيها من سبيل نشوف لك كلمة سبيل ونرجع للكلمة هاي لأنه هلأ حفرجيك إزاي فهمت طيب هنا الشورى هذا من سبيل طب مين 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 تحركيك إيها من سبيل شوف إذا جدت هذه الكلمة هيك وحد عرشة إجدها من سبيل ما عليهم من سبيل ما عليهم من سبيل أيوة أنا شوف هذه هنا الآية من سبيل الشورى على العربي هنا يقول لك ولمن انتصر بعد ظلمه أي ظلم الظالمية وآخذ أولئك ما عليهم من سبيل انتصر بعد ظلمه أنا فهمت بعد ما يظلم أنا هكذا فهمت بعد ما يظلم ما بعده هو ظلم أيوة ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم اختلف المعنى أيوة لأنه سبيل سبيل وحدة لو تأخذها معناه هادي هادي مرشد دليل السبيل هو الطريق طريق أيوة أيوة ما عليهم من سبيل أيوة فهمت بمعنى مؤاخدة أبونا أوكي 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 معناه آخر بس لا بس هذا حلو لماذا سبيل صارت مؤاخدة هي هون أيوة ما لك عليهم من سبيل يعني كلمة سبيل هكبر في سبيل الله يعني في طريق الله ما لك عليهم من طريق يعني ما بقدر تروح ضده بس يعني حتى بالسرياني تجي بمعنى طريق تجي بمعنى مرشد هادي أيوة 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 أنا خليها أنا خليها مدبر شوف إن لم السبيل على الذين يظلمون من ناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم واضح ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور هنا أبونا يعني إنه يحق لك إنك ترد على الظلم ولكن إن صبرت وغفرت فيكون أفضل بهذا المعنى فهم علي هذا هو المعنى تعالى ومن يضلل يعني يعني مثلا في السعودية هناك القصاص تعرف يعني إذا واحد قطع عيدك يحق لك تطلب إنه يقطع عيد هذك اللي قطع لك إيدك قصاص لكن قبل ما يقطعوا إيدك يتدخلوا يقولوا له هل لا تريد أن تعفوا أو تأخذ تأخذ شسمه الدية يعني ندفع لك مبلغ فباعتمدوا على هذه الآية ومن جغل لله فما له من ولي من بعد وطرى الظالمين لما رأوا العذابة يقولون هل إلى مرض من سبيل هل في طريق هنا من سبيل يرجعنا نفس المعنى وطرى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل من الذل الذل أو الذل ينظرون من طرف خفي خاشعين وقال شوف كيف الترثلية هنا ويعرضون عليها عليها يعني على النار هنا هنا على النار بمعنى كفسير واحد يعرضون على النار خاشعين ينظرون من طرف خفي فهم عليه ينظرون من تحت لتحت خطأ يعني بهذا المعنى من طبعا من عين هذا المعنى يهضون الطرف آه خفي يهضوه وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا أن ألا إن الظالمين في عذاب مقيم مقيم يعني دائم وقال وما كان لهم أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يطلل الله فما له من سبيل غريب خلينا خالي أشغره استجيبوا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير نكير هنا جحد وإنكار بس ممكن يكون لها معنى آخر وما لكم من نكير يعني كيف ما لكم من نكير ما لكم من نكير ما لكم من نكير يعني إيه نكير شفناه مرة نحن نشوف إنكار يعني من نكران أو من مفر هو فهمت جحد وإنقار هنا أنا حتى شفناها بس أنا حتى رجع لها بعدين إذا أنا شفت هذه الكلمة وما لكم من نكير وما لكم من نكير هنا الشورى الشورى إنقار لضنوبكم ومنقر لعذابكم لكم من ملجأ وما لكم من نكير لا تقدرش تنكروا العذاب طيب فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا ما لكم من نكير يعني ما لكم من من تبري يعني ما تتبرون أو من قيمت معنى شحدة وأنكرة هي نكرة إنقار هي تجي بمعنى نكرة ولكن أيضا برأة نزها آها آها هذا كم من تنزيه ما حين نزيه أيوه 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 سيريانيا تعني أيضا نكي سيريانيا تعني تعني أنزيه تبريه تبريه أيوه ما تقدروا تبروا نفسكم تبريه مش هيك؟ بالضبط طيب طيب فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإذا أضقنا الإنسان من رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان قفور واضح هنا فرحة بمعنى فرحة يعني انبسط لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب الله لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الظكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يقلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم هنا أسليب الوحي وفقاً للإسلام أو يمسر رسولاً هذول الثلاث وسائل للوحي عندهم أليم الله وحياً أمن وراء الحجاب أو يصر رسولاً فيوحي أيوه وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا أوحينا إليك روحاً شو كيف يعني أوحينا لك روحاً من أمرنا يعني ملاك روحاً أيوه بس كيف أوحينا روحاً ملاك أيوه هذه مشكلة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل يعني أرينا أرينا لك نكمل الآن شو بعدين لو نوراً نهدي به من نشأ من عبادة وإنك لا تهدي إلى صراط سراط مستقل هلأ كيف أنت تفهم يعني أوحينا يعني أرينا لك روحاً من أمرنا أرينا أي رأينا لك يعني شوفناك نشوف لك أنسي لفنوري فيلي أنس بري بروبيناو دي نوتر أوردر أوحينا إليك أيوه أنا برضو عندي مشكلة هنا أوحينا إليك روحاً يعني إه إليك وقد أوحينا إليك فاصلي روحاً من أمرنا لا بالفرنسي أنا أنا حطيت فاص لا أنسي لفنوري فيلي أنس بري بروبيناو دي نوتر أوردر مشكلة أوحينا إليك روحاً من أمرنا طيب أنا حشوف التفسير تاعي الأزهر شو يقول ها يشوف شو يقول الأزهر لأنه هاي هاي فعلاً أنا عندي مشكلة المعدر يا إخواني أنا مش فاهم كيف أوحي له روحاً من أمرنا هلا قتب التفسير التفسير الآية 42 42 42 42 42 42 42 الشورى الآية 52 52 52 52 52 52 كيف فهمت من المنتخب بتاع الأزهر المنتخب هنا تفسير المنتخب ما استفدنا شوف يقول ومثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك أيها الرسول هذا القرآن حياة للقلوب بأمرنا ما استفدنا الشيء ما استفدنا الشيء أنا فرجيك النص فرجيكم إياه شو يقول ومثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أو أوحينا إليك أيها الرسل هذا القرآن حياة للقلوب بأمرنا ما كنت تعرف قبل الإيحاء طيب ما استفدنا ما استفدنا الشيء ما استفدنا الشيء إخواني رحمة بينا يعني هم عملونا على قدر عقولنا ولو هذا مو منتهى طيب ها شوف لك الجزائري شو يقول لك هذا هذا شو يقول لك إيه الآية طيب ها وحينا إليك روحا لا وحينا شوف هوني يقول بشر مو رسو ما يخاطب الرسول إنما يخاطب الناس شوف يقول هنا مش روحا أي وحيا ورحمة من أمرنا روحا شوف يقول لك روحا من أمرنا هنا يقول وحيا من أمرنا مش روحا مش عندك نفس المشكلة أبونا مثلي ولا أنا شايف غلط نعم 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 إذا هاي التفسير أكثر عقد المسألة أيوة 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 معنات هنا مش واضحة الأمر مش واضحة الأمر يعني أنا يعني أنا كنت ريت يعني أبسطها أقول وكذا يعني أوحينا إليك ملاكا أو أريناك ملاكا من أمرنا أيوة أيوة هو هيك ممكن يعني هيك طيب أنا حشوف لك أبونا حشوف لك أبونا شو يقول ابن كثير ابن كثير شو يقول لأنه هاي هاي فعلا إليك روحا طيب وكذا أوحينا إليك روحا من أمرنا طيب طيب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن ما استفدنا قرآن يعني أوحينا إليك قرآنا من أمرنا روحا والله العقيم صدقني أني أنا أنا هلا بدي أقعد الخمعة رأسي لأن هنا أنا أنا هلا أنا هلا بدي أقعد يا أقعد هو التفسير الشيعي الجميل طيب حنشوف شو يقول هذا قديم شو يقول هذا طيب هلا نشوف نشوف شوف وقوله كذلك أوحينا إليك المعنى بهذا الطريق ومن هذا الجنس أوحينا إليك أو بالرسل والروح في هذه الآية القرآن وهد الشريعة سماه روحا من حيث يحيي به البشر والعالم كما يحيي الجسد الروح فهذا على جهة التشبيه فهمت على كيف نعم نطفو ريفلي أنس بري بروفينون دي نوتر أوردر أنا ترجم الحرفيا ما فهمت ما فهمت أمرك لا تفهم ما أشتعمل إذا ما طب أنا هنكتب هذا الأمر لأنه طيب ويش يقول هذا ابن عطية هذا يقول لك طيب طيب هنا أنا حذكر هذا الأمر هذا حلو جدا قوله تعالى أنا حذكر هذا الأمر لأنه هاي فعل فعلا مشكلة إخواني أنا مو قعد بغماحق لكن أنا أنا عندي مشكلة هنا ها أهو أنا هنا أعمل هيق أيوة تشبيه وأهو المصدر هذا ابن عطية ابن ابن عطية تفسير ابن عطية المحرر الوجيز أنا أعطي أعطي الرابط أعطي الرابط وخلص أنا أعطي الرابط وخلص أهو بعدين بعدين برجع له بعدين أعمل له مختصة أحطي الرابط أخواني أنتوا فهمتوا شي سترك يا رب طيب خلين بلا سعلي هاي طيب يا الله 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 صبرك يا رب ايوة ابن عطية ابن عطية ابن عطية ابن عطية تفسير ابن عطية ابن عطية وين راحت هاي لا طارت الآية طارت الآية كلها طارت الآية اه هي ايوه طارت الآية احنا لازم نكتب ابن عطية هنا في الأخير ابن عطية ابن عطية ابن عطية أيها يعني شوفت كيف أنا محطا هاي آخر آية أبونا صراط الله الذي له ما في السموات وفي الأرض إلى الله تصير الأمور هذا ما عندي فيها أي مشكلة طب هاي الآية الأخيرة قبل الأخيرة هاي 52 حياراتنا وش هيك حياراتنا وما في حل نخلص أبونا شو نعمل نتوقف هنا ولا نكمل صورة الزخرف زخرف تساط ما لا خليها بكرة بكرة طيب أنا يكفي يكفي أولا أنا شاكر فضلك أبونا إنك شاركتني في قراءة هذه الآيات الصعبة والسريانية فعلا ساعتنا فهذا مهم أرجو من جميع المشاهدين نكتبوا تعليقاتهم على هذه الحلقة قلوا لنا شو رأيهم في الأمر أمر طيب لا تنسوا الاشتراك في القناة فعلوا الجلس حتى تصلكم الأشريطة القادمة أبونا دار شبريخة دار شبريخة شكرا لك مع السلام أبونا سلامة 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 سلامة